اطلق معهد الادارة العامة بيبا النسخة السادسة من مؤتمر شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لبحوث الادارة العامة منظار في المملكة المغربية هذا ويحرص المعهد على العمل وفقا للرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدى عبر مؤكبة التطلعات التنموية وتوجهات الحكومية الرمية الى تحقيق ريادة وطنية ترتقي بالتطلعات المحلية والاقليمية والدولية انطلقت شبكة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لبحوث الادارة العامة من بار عام 2014 بفكرة بحرينية منبثقة عن الرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا تهدفه الى خدمة المواطن اولا وتحقيق تطلعته لتبدأ بعدها بتوسيع نطاق اعمالها لتتحول الى شبكة اقليمية ومن ثم دولية وها هي اليوم تطلق مؤتمرها السادس في المملكة المغربية تحت عنوان بحوث الادارة العامة والتعاون بين بلدان الجنوب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هدف الاساسي من مينبار هو كيف ممكن ان احنا نخلق من صناعتنا للمعرفة تغيير حقيقي وتطوير واقعي ومستدام للمواطن لكل حكوماتنا كيف ممكن بالفعل يكون لنا منافسة دولية على المستوى الحقيقي ليس فقط باستهلاكنا للمعرفة انما بصناعتنا نحن للمعرفة وقد بدأ معهد الادارة العامة من خلال شبكة مينبار باستعراض فضل الممارسات الادارية منذ انطلاق الشبكة في عام 2014 على مستوى المنطقة العربية وذلك بهدف الاستفادة من هذه الممارسات وتحسينها وفتح الباب لكافة الدول للاستفادة منها وتطويعها بما يخدم المواطن العربي ليتم هذا العام اطلاق جائزة فضل الممارسات الادارية على المستوى الدولي بعد مشاركة 13 دولة من مختلف انحاء العالم ب105 اوراق بحثية تضمنت اوراق عمل من مملكة البحرين وفلسطين وفرنسا وسويسرا وتونس والمملكة المغربية وايطاليا وبلجيكا والمملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا وجزر القمر والصين لتكون اغلب المشاركات بحرينية جائزة المينافار لأفضل الممارسات هذه السنة في السنة السادسة بعد 5 سنوات اليوم السنة السادسة قدرنا نحن نخلق كذلك مجموعة كبيرة من المهتمين على مستوى الوطن العربي اللي عندهم الشغف لعرض تجاربهم لمناقشة تجاربهم للنظر في كيفية تطويرها وتمثيلها في دول اخرى من دول الوطن العربي وقد فازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بجائزة افضل الممارسات الادارية عن برنامج الاعتماد والتصنيف الوطني للمؤسسات الصحية الذي قامت الهيئة باعداده حول مواصلة جهودها في رفع جودة الخدمات الصحية في مملكة البحرين ان مبادرة مينافار لوضع افضل الممارسات كانت جدا جدا قيمة حقيقة انا انبهرت بالمشاركات اللي اشتركت فيها كافة الجهات سواء في شمال افريقيا او في منطقة الشرق الاوسط ولكن انبهرت اكثر بمشاركات مملكة البحرين من افضل الممارسات اللي طرحت سواء في وزارة الداخلية ووزارة البلديات في البولي تيكنيك والهيئة طبعا مشاركتها في وزارة الخارجية كانت في مبادرات جدا قيمة نفتخر فيها وكان لنا الشرف احنا كهيئة ان ننفوز بالجائزة افضل ممارسة حقيقة اما طموح مينافار فهو مواصلة الجهود في خلق مجتمعات بحثية ومهنية عربية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين من خلال التعامل مع البحث العلمي التطبيقي وفضل الممارسات الادارية كجزء محوري واساسي في صناعة السياسات العامة ووضع اجندات العمل الاداري